ما حكم المرأة المعقود عليها يعني غير المدخل بها لا نفس أحكام الزوجة المدخل بها ولها أبناء ما الحكم إذا قرّ الزوجة تطليقها قبل الدخول بها لخوفه من عدم العد بين الزوجتين والمشاكل نمشي واحدة واحدة المرأة المعقود عليها غير المدخل بها هل لا نفس أحكام الزوجة المدخل بها طبعا يبدأ القسم عندما تنتقل إلى الحياة في كنفه عندما يجمعهما سقف واحد وبيت واحد الفترة العقدة جرت عادة الناس أن في هذه الفترة الفترة التعارف وتواصل وتزاور تشبه من بعض أوجهها فترة الخطبة وإن جتها ليست مخطوبة هي زوجة وله أن يستمتع بها وبالمناسبة إذا تعرف الناس أن للبناء إشهارا فلا ينبغي أن يعتمد على مجرد العقد وحده في بناء قبل إعلان الزفاف وإن كان يحل شرعا لكن المعاني العرفية ينبغي أن تستصحب حتى لا يجعل سبيلا إلى عرض هذه المرأة إذا طلقها قبل أن يعلن زفافهما وكانت قد علقت منه وأصبحت حاملا فيعني النفقة تكون بالاحتباس عندما تنتقل إلى بيت الزوجية وتحتبس في بيته لمصلحته ومصلحة أولاده وبيته ورعاية شانه هنا تبدأ حساب النفقة في هذه الفترة يكون التهادي والتزاور بالمحروف إذا قرر زوجة تطليقة قبل الدخول بها الله جل وعلا يعني أباح الطلاق كما أباح الزواج وأنزل في الطلاق صورة كاملة وإن كان الشريعة تحرص على الإصلاح بين الزوجين وعلى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى إيقاع الطلاق لكن على كل حال ربما يكون الطلاق في هذه الحالة قبل الدخول أيصر من كونه بعد الدخول ووجود أولاد وتبعات وكذا وكذا لكن لا ينبغي لأحدما الناس أن يتسرع وأن يبادر إلى الزواج قبل أن يعد للأمر عدته وقبل أن يحسب له حسابه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فإن كنت قادرا على الزواج بثانية وتعرف تبعات هذا الأمر ومتطلباته ففعل وإلا فعرف لرجلك قبل الخطوة موضعها حتى لا تغامر بالنساء وتعقد عليهن ثم تكسر قلوبهن بعد فترة بدعوة أنك عجزت عن العدل وتريد الطلاق على كل حال نحن لا نحرم ما أحلى الله عز وجل الطلاق مشروع وسواء كان قبل الدخول في نص فكلا بالله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل منه يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء الآية التي تذكر أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس ولم يذكر لها صداق فإن لها المتعة فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا لا يحضرني نص الآية ترجمة نانسي قنقر